اشتركوا في القناة قبل احتمال يقدر يكون على بعض المناطق الساحلية الغربية والوسطى وكذلك بعد السحوم الناول العالي على مرتفعة الهوغر خلال الظاهرة ان شاء الله بدون تغيير يبقى دائما اسمه صافيا بيستثناء على السواحل تكون ملبدأ بسحوم الناول العالي واشه بدون فعالية مع الجنوب كذلك بعد السحوم على السحر الوسطى والهوغر وايضا تسليم والجنوب الغربي تكون جزولي دار استحارة ننتظرها صابحت السبتة ان شاء الله على كل حالة رأي في المعدة الفصلي وبعد الحياة فوق المعدة الفصلي خاصة ترى الهضام العليا لانها تكون ما بين درجة واحدة تحت السفر الى درجة السفر كالبيض للجل فاتيالة سطيف بيتنا بريكا خنشل السواحد ما بين سبعة بيحنا بين عشرة بيوهران وربية 8 درجات على العاصمة 8 كذلك نسيبوه على منطقة الواحد الواتوك قورت بورق لحاسم سعود بسكرة ستة على جانات سبعة على غردية وايضا المليعة سبعة كذلك بيتلمسان بشار وبني عباس منطقة دينوف وعشر درجات على الصحر الوسطى 12 درجة وما بين 13 الى 14 درجة على اقسى الجنوب خلال الظاهرة ان شاء الله مع السميشة اللي تكون الحرة تعرف ارتفاع تقدر تلحق محلين حتى الـ 24 درجة على عدة ولاية غربية البلاد خاصة منطقة غليزان ومغنية تنين وعشرين بيوهران واحد وعشرين بتيباس ابو مردس الجزائر العاصمة وبجايا عشرين بيجل 19 درجة سكيك داع النبا والقالة 24 على جانة 22 على غردايا وورقلا 21 في الواد بسكرا وبشار 22 بيتين دوف اما على اقسى الجنوب حوالي 27 درجة انتظروها من جزول الملاحة والصيد البحري البحار عموما يبقاش بها بالريح ضعيفة عشرها 15 كم تلسة على تجاه التحام مختلفة الرؤيا من 4 الى 8 أميات بحرية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بهذا المعلومات الفلكية اللي تم الجزائر العاصمة وضوحها لهذا السبت 27 نجانبيه 2024 أنا بقالا غير قلكم ربي دوم قصلكم دائما مع برامج الشروق